بسم الله والحمد لله من أبرز الأخطاء الشائعة إبدال الضاد ضاء وهذا الخطأ شائع جدا في لهجة العرب لبعض الدول العربية يقولون الأرض ضياء مفروض الضر بغضب يبرز طرف اللسان ويضعه مع أطراف الثناية العليا محل مخرج الضاء فتخرج الضاد ضاء وهذا الخطأ يأتي على أشكال فمره بضاء صريحة واضحة وصحيحة يعني ضاء مستعلية ومفخمة ومطبقة تماما فيقولون مرى ضاء ضاء بدل الضاد بضاء ومره بذال فيقولون الأرضي ذياء وأحيانا بضاء عمية أو الضاء المشمه بزاي فيقولون رمضان كإخواننا الأتراك كما ننطق نحن الضاء في مصر نقول ظالمين وطبعا جميع هذه الألفاظ خطأ إذن كيف نفرق بين الضاد والضاء؟ هذه الضاد وهذه الضاء نفرق بينهما من ثلاثة نواحي أولا من الصورة يعني من شكل الحرف وثانيا من المخرج وثالثا من الصفة فأولا من حيث الصورة الصورة بالصاد وليست بالسين ليست صورة ولكن صورة يعني هيئة وشكل البعض تختلط عليه صورة الضاد بصورة الضاء فلا يميز بينهما من من هما الضاد ومن من هما الضاء هذا من شكل الحرف لسه ما تكلمناش عن مطقه بنتكلم على صورة وشكل الحرف عارف ضاء وضاء لكن مين فيهم ضاء ومين فيهم ضاء متلحبط في الشكل وهنا نميز بينهما بشيء بسيط باللسان والعصى ما دخل اللسان في العصى؟ سنشبه اللسان بالعصى والحرف الذي رسمت معه هذه العصى هو الحرف الذي سيبرز معه طرف اللسان فأين العصى؟ هل رسمت مع هذا الشكل أم مع هذا الشكل؟ لن نسمي أسماء الحروف إحنا كأننا متلخبطين في أسماء الحروف وفي صوت الحرف وفي شكل الحرف فمش عارفين مين فيهم ضاد ومين فيهم ضاء حنعلمهم بالعصى العصى مرسومة فين؟ مع هذا الحرف أم مع هذا الحرف؟ رسمت هنا هذه العصى إذن هذا الحرف هو الضاء وهو الذي يبرز معه طرف اللسان فيبرز الطرف لخارج الفم ويلامس أطراف الشناية العليا هكذا فنقول وكما أنها لم تلسم العصى مع هذا الحرف مع الضاد إذن لابد أن يبقى طرف اللسان بداخل الفم ويلامس لثة الثناية العليا طبعا كما قلنا بدون ضغط فنقول إذن هذا الفرق في الشكل أما من حيث المخرج فمخرج الضاد مختلف تماما عن مخرج الضاء الضاد كما قلنا في المقطع السابق من أقصى الحافة إلى أدناها مع باطن الأدراس العليا وطرف اللسان يلامس لثة الثناية العليا ولا يبرز مع أطراف الثناية العليا أما الضاء كما نرى تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثناية العليا في هذه المنطقة إذن الضاد لا يبرز معها طرف اللسان أما الضاء يبرز معها طرف اللسان أما من حيث الصفات فالصفات بينهما متشابهة تماما مع ذا صفة واحدة وهي الاستطالة التي انفردت بها الضاد عن جميع الحروف وكي نحقق هذه الاستطالة لابد أن يبقى طرف اللسان ملامسا للثة الثناية العليا حتى ينحصر الصوت فيؤدي إلى زحزحة اللسان إلى الأمام قليلا أما لو لامس طرف اللسان طرف الثناية العليا سيخرج الصوت إلى الخارج كالضاء تماما إذن لابد أن ينحصر الصوت مع الضاد كي تتحقق الاستطالة فانحصار الصوت هو الذي ضغط على اللسان وحرك اللسان واستطال في مخرجه أما الضاء فليست كذلك إذن هنا نقول الأرض ض وليست الأرض الأرض من داخل الفم الأرض مرض وليست مرض ونقول الضالين وليست الضالين فالمعنى مختلف إذن نقول الضالين وليست الضالين أما مع الضاء فبالفعل نقول الظالمين ظلا ظليلا إذن ننتبه للفرق بين الضاد والضاء الخلاصة لا يبرز طرف اللسان مع أطراف الثناية العليا في الضاد وإنما يبقى بداخل الفم إذن كيف نتخلص من هذه المشكلة؟ نتخلص من هذه المشكلة خلط الضاد بالضاء بتدريب بسيط جدا أولا نتدرب بالكلمة الواحدة وليست كلمة في سياق آية يعني نأخذ الكلمة الواحدة ونكررها طوال اليوم حتى لا تتداخل مع الضاد كلمات أخرى بأحكام تجويدية أخرى وينشغل المخ بهذه الأمور دعونا نركز في الضاد كلمة واحدة فيها حرف الضاد حتى يتمكن القارئ من ملاحظة نفسه فإذا قال ظربا وبرز معه طرف اللسان يتمكن من إعادة هذا الأمر واستدراك هذا الخطأ فيقول ضربا ضربا وليست ضربا هذا أولا ثانيا التدريب بالحركة يعني إيه بالحركة؟ يعني نتدرب على كلمات للضاد وهي متحركة وليست ساكنة ابعدوا عن السكون تماما في التدريب إذا كانت الضاد الساكنة صعبة على المهرة فكيف ستكون على من يعانون من هذه المشاكل؟ السكون في الآخر بعد التدريب والمهارة والإتقان أي مشكلة عندكم في أي حرف حتى اللفغة؟ علجوها بالحرف المتحرك وليس بالساكن أبدا إذن سيكون التدريب مع الضاد المتحركة أولا وأولا بالفتح كلمة واحدة بحركة الفتح وتكرر ضربا 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 أو البغضاء البغضاء لو طلعنا طرف اللسان نوجه نفسنا لا رجعوا طرف اللسان لجوة ليست ضربا ولا البغضاء ولكن ضربا البغضاء طيب ثانيا مع الضاد المضمومة ضربت ضربت طلعنا طرف اللسان ضربت لا غلط دخلوا اللسان جوة ضو ضو ضربت وتكرر عدة مرات طبعا عدة مرات على الأقل في أسبوع يعني إحنا عايزين المخ يتشرب نطق الضاد الصحيحة كأننا بنعيد برمجته من أول وجديد لحد ما يشرب نطق الضاد وهي مفتوحة ثم الضاد وهي مضمومة نتدرب عليها وتتكرر عدة مرات طوال أسبوع ثم الكسر طبعا الكسر كما تحدثنا له تفخيم أقوى وأعلى من الحرف المفخم غير المطبق فنقول لو قلنا دخلوا اللسان وجهوا نفسكم لو طلعنا اللسان في أي مرة من هذه المرات نوجه نفسنا ونقول لا ضاد وليس الضاء مدام اللسان طلع يبقى دي العصايا اللي على حرف الضاء لا إحنا مش عايزين ضاء إحنا عايزين ضاد يبقى اندخل اللسان ضا ضا ضو ضو ضي ضي والخطوة الثالثة التدريب بالتشديد فتح أو ضم أو كسر قلنا السكون في الآخر ضاد مشددة ككلمة الضالين الضعفي يغضون راعوا أن يكون اللسان بداخل الفم ليست الضالين تبدل المعنى ليست الضعفي ليست يغضون ولكن اللسان طرف اللسان بداخل الفم قلنا يلامس لسة الثناية العليا بدون ضغط بدون تفاعل حتى لا يبرز أي حرف من حرف هذه المنطقة إذن نقول الضالين الضعفي يغضون والخطوة التالية التدريب على الضاد الساكنة طبعا فيها صعوبة ولابد من بيان الصفات لا عليكم اتركوا الصفات جانبا في هذه المرحلة ركزوا على تصحيح المخرج يكفي أن لا تقولوا اضرب ولكن تقولوا اضرب حتى لو من غير استطالة الأول الأهم الأهم أن نتخلص من الخطأ اللغوي وبعد ذلك مع التدريب ستأتي الصفات إذن نقول اضرب وكذلك نقول فضلي فضلي وليست فضلي فضلي الله تمام وختاما التدريب في وسط آيات خلاص اضربنا على الضاد وهي منفردة في كلمة منفردة الآن نقرأ الكلمة في وسط الكلمات حتى نرى هل ترسخ نطق الضاد في المخ بطريقة صحيحة أم لا بوضع الكلمة مع عدة كلمات وتداخل الأحكام سنرى كالفاتحة مثلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين ونرى هل تمكننا من تصحيح الضاد هل تخلصنا من هذه المشكلة هل تخلصنا من خلط الضاد بالضاء إذا في مرحلة من هذه المراحل لم تتم بنجاح تعاد نعيدها مرة تانية يعني قعدنا أسبوع نكرر الضاد المتحركة بالضم مثلا لسه مش قادرين نكمل نزود كمان أسبوع إحنا مش مستعجلين وأهم شيء عندنا الإتقان بهذا نكون وصلنا لختام درس اليوم أتمنى تكونوا استفدتم نلتقي المرة القادمة إن شاء الله مع حرف الضاد في مساء الأخرى لم ننتهي بعد من حرف الضاد الله المستعان شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم